تور سمير فرج أولا مساء الخير على حضرتك مساء خير الأحمد والكل سادة مشاهدينك العظام خليني أبدأ بالضغوط اللي على مصر الضغوط اللي على بلدنا الضغوط والهجوم اللي على الدولة المصرية وعلى السيد الرئيس عفتاح السيسي شخصيا في الإعلام الغربي حتى للأسف من بعض الإعلام اللي بيسمحوا يتركوا مجال لبعض المحللين أو بعض الساسة في إسرائيل يتكلموا عننا ويهجمونا ماذا عن هذه الضغوط اللي تتعرض لها الدولة المصرية بالله يا أحمد احنا فوجينا بأن أسبوع دلوقتي ومصر وسادة الرئيس بنتعرض إلى هجمة شرسة في الإعلام الغربي وبالذات الولايات المتحدة الأنبيكي نعم ودائما احنا بنحب نعرض الكلام بالورقة والألم عشان الناس تشوف نعم لو بصينا طبعا على أول صورة عندنا الواشنطن بوست الواشنطن بوست دي من أهم الصحف في الولايات المتحدة اللي لها تأثير مباشر على الشعب وخاصة هي لها أعظم الكتاب والمحللين نعم لما تلاقي الواشنطن بوست بتقولك رئيس مصر ليس صديقا لأمريكا الولايات المتحدة لا تستطيع أن تشعر بالارتياح مع وجود مثل الرئيس السيسي كرئيس لأكبر وأقوى دولة عربية نعم لا توجد خيارات كثيرة أمام الولايات المتحدة سوى العمل مع أوروبا لمواجهة الضغط على القاهرة وفعلا مارست كل الضغوط لسقوط مصر نشرح لنا يا فندم الكلام نشرح الكلام تفضل رئيس مصر ليس صديقا لأمريكا لأن كلنا شفنا ماذا حدث لما جاء بلينكين نعم وزير خارجية أمريكا إلى مصر نعم ودايما يا أحمد نعم احنا شفنا دايما في كل بيبقى اجتماعات مغلقة نعم بيسموها الاندورز نعم وبعدين بعد اجتماع ما يخلص الناس بتطلع برة وتتكلم إما بيطلع حاجة ما بريس ريليس اللي هو خبر عن الموضوع نعم أو مؤتمر نعم شيد الرئيس خالف كل الكلام ده وعمل اللقاء على الهوى نعم مع وزير خارجية أمريكا نعم وقال فيها كل اللي احنا عايزينه على ما يبيده قدام العالم كل قويس أمن مصر خط أحمر نعم حدودنا لن يتخد يعني حد يكبرنا ان احنا نتخطاها نعم لن نسمح بدخول الفلسطينيين على أرض مصر في ستينة نعم وهذا الموضوع غير مقبول نعم لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية نعم والمشكلة اللي حصلت أكتر بقى اللي عملت كل الدوشة دي كلها نعم ان بلينكين جاي كان عايز عنده خمسين أمريكاني نعم تأخل المساعدات الأولى أن طلع دول من هنا أنت ببقيتش بقى أنت المحبوب وأنت اللي بتنفذ الأوامر تمام يا أحمد نعم فبقيت أنت أنت اللي واقف أنت اللي واقف طب نشوف بقى نشوف معلش عبوهين في الأخير حنعلق نشوف بقى النيورك النيورك تايمز اللوحة التانية اللي بعدها نعم اللوحة التانية اللي بعدها نعم قال لك إيه إن مصر حليف سيء تخيل إن احنا بالنسبة لأمريكا حليف سيء يجب أن تكون المساعدة الأمريكية على مصر مرتبطة بأيكلة الجيش المصري وتغيير عقيداته هنا النقطة المهمة هنا النقطة بتاعت المساعدات وخليني بقى نتكلم عليها في الأخير معلش بعد ما نخلص الكلام ده أنا أعمل فقرة عشان نفهم الناس عن المساعدات وما تهمناش ما أوباما عفالها ثلاث سنين موتنا أو لجعنا طيب نتكلم هنتكلم معنا بعدين الحاجة التالتة قال لك المولايات المتحدة ليست بحاجة إلى رشوة مصر أو مكافأتها على علاقتها مع إسرائيل قال يعني عشان إحنا علاقتنا مع إسرائيل السلام طيب إحنا مضيين معاهد ومحترمينها وكل حاجة تمام مصر بقى اللي لازم أمريكا ما ترشناش وتدينا المعونة ده النيورك ده النيورك تايمز ودي تاني جريدة في أمريكا بعد الواشنطن بوز نروح لي السيئة دوي يو اس تو دي يو اس تو دي من الجرائب اللي بتعتبر كونسيرباتيب شوية يعني الأولين دول اليهود مسيطرين نعم تقريبت لك أمريكا ترى أن السيسي يمثل نفس الخطر الذي يمثله عبد الناصر نعم فهو بطل شعبي يتمتع بأغلبية كسحة شخصية محبوبة ومدعوم من القوات المسلحة والشرطة وجلس المخابرة نعم إذا النهاردة بدأ يمحط السيسي إنه عبد الناصر نعم بحاجات تانية نعم نحن لا نتفهم لا نتفهم استمرار معوناتنا لمصر وهي تقف أمام خطتنا وتؤلم جميع الجران العرب يعني إحنا بنقلب العرب على أمريكا نعم وإحنا بنديها مساعدات نحن اللي وقفين قدام الخطط بتاعتنا وإحنا اللي وقفين قدام الخطط بس على فكرة دي الشهادة كويسة هنتكلم عليها بعد شوية طبعا كل كل وإحنا علق حليت تاني يا أحمد فضل يا فانت ما جاء في كامب ديفيد نعم فقد فرغت من مضمنها نعم الجيش المصري بعتاده السقير وطائراته في سينة حتى الخط الأحمر فلماذا المعونات نعم هنا بيقولك تاخذوا المعونات ليه آه تعال شوف الهيرال تريبيون هيرال تريبيون نعم الجنرال طبعا كل كل كلام ده هي الصحافة الأمريكية بلع أسبوع من يوم اللقاء نعم الجنرال المصري يتخذ من أمريكا مواقف أمريكا عبد الناصر السيسي يمثل تهديدا خطيرا لمخاططات أمريكا في المنطقة نعم إحنا منا ومان أمريكا في المنطقة نعم إنت عايزة تنقل الفلسطينيين عندنا يبقى دي مخاططات ماشي أزمة واشنطن مع الرئيس السيسي بعد 30 يونيو وهي أنها لا يمكنها أن تعطي أوامر على الرغم من أنها تمنح المساعدات أخطر بند موجود ده يعني إحنا بعد 30 يونيو أمريكا مش عارفة تدينا أوامر رغم أن إحنا بناخد المساعدات نعم يعني إنت تاخد المساعدات عشان تقول حاضر يا بي نعم عشان تبيع ياسمان زي ما بيقوله بالإنجليز نعم فطبعا الكلام ده طبعا تعال شوف رويتر قالت إيه نعم تمام نعم رويتر قال لك وإدي طبعا حاجة في صفنا وحاجة شرة في مصر نعم قال لك أن الجنرال المصري عفتاح السيسي يؤكد موقفه السابت ورفضه التام لصفقة القرن نعم خش بعد كده على يدعونوت أحرونوت نعم اللي هي الصحيفة الرئيسية في إسرائيل قالت لك أن مصر تقف حجرة عصرة نعم في صفقة القرن بل وأكبرت بعض الدول العربية على اتخاذ مواقف على اتخاذ مواقف نعم العسكرية نعم المعونة العسكرية يا أحمد نعم بعد ما وقعنا اتفاق كامب ديفيد نعم الرئيس السادات نعم من أحن بيجن نعم الاتنين وقعوا نعم وأمريكا بيسموها آي ويتنس شاهد عيان مضوا على العقد نعم نقول كامب ديفيد ما فيهاش معونة نعم ولذلك بعد ما خلصنا دي فأمريكا قالت والله أنت تلعته اتنين بتحبه وسلام فحندي إسرائيل تلاتة مليار دولار دولار كل سنة تلاتة مليار ومصر مليار وثلاثة من عشر نعم المعونة دي يا أحمد بتجدد كل سنة من الكونجرس لازم تروح الكونجرس وافق عليها نعم 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 غير مسموح أنك تشتري أي حاجة من فلوس المعونة دي من خارج أمريكا نعم رقم تلاتة أن الأمريكا تقولك آه أو لا هتشتريها أو ما تشتريش نعم رقم أربع ما فيه دولار بيخش مصر ده الكل دي نعم معبدات الميزانية بتتحط في وزارة الخزانة الأمريكية تحت بند المعونة الأمريكية نعم أنا حضرت كذلك